مساء الرضا كيف حالكم إن شاء الله طيبين اليوم قبت لكم وصفة حاجة جدا روعة قبت لكم وصفة تقريبا هذا زوقي اللي يتزاعله الدنيا ويراضيه الإيدام هذا طبعا إيدام الطفولة أكله من زمان متعود عليها ولو أطبخ له هذا الإيدام يوميا ما بيميلش منه أبدا هذي أكلة الطفولة أنتم اكتبولي إيش أكلتكم حق الطفولة وشوفوا كيف حبات الرز أنا اليوم عملت لكم إيدام الخضار باللحمة وتقدروا تعملوا بأي يعني بالدقاق بالسمك بأي شي تحبوا أو ممكن سادة خلونا نبدأ بالمقادر وطريقة التحضير هنا عندي زيت عشان بشوح فيه البصل أخلي البصل يتشوح لما يكون لونه ذهبي فاتح يعني شفتوا الأشقر الفاتح مش متحمر كتير بعد كده بضيف اللحم طبعا اللحم استخدمت لحمة العقل استخدمت لحمة بعضم كمان تقدروا تستخدموا لحمة عادي يعني من غير عضم قد لكم دقاق سمك اللي متوفر أو من غير وأضفت كمان ثوم وصلصة طماطم شفوا هو أهم حاجة التشويح والصبر في الطبخ يعني أصبروا على التشويح لازم الطماء صلصة الطماطم تتشوح تمام لما تغيير لونه بعد كده بضيف لي من العقة صغيرة بهارات السبعة أو بهارات مشكلة وشوية كوركم عشان اللون والطعم ورشة بسيطة من الكاري الكاري اختياري مرت أني ما ضيفوش بس أني عملت رشة بسيطة كاري بعد كده كده خليته تسبك تمام بعدين أضفت عصير طماطم تقريبا كوب من عصير الطماطم وغطيته كده تمام خليته كده حق 10 دقائق يعني عشان الطماطم واللحمة كده تتسبك تمام بعد 10 دقائق فتحت عليها واضفت لي ماء ساخن عشان يكمل سوى اللحم ينضق اللحم يعني لأني طبخته بقدر عادي فأخد مني تقريبا عشان يستوي اللحم 30 دقيقة لكن انتم تقدروا تطبخوه بقدر الضغط غطيت عليه لما نستوي اللحم هنا ما شاء الله بدأ أستوي اللحم يعني بقي له كده تكبس يعني أنا أعمل تيست أدوق بعد كده ضفت الخضار اللي هي الكوسة البطاطا ضيف الخضار اللي انتم حابين اضفت فصولي عندي أني يجيبه وقطعه وفرزنا أقصده وفرزنا واضفت كمان البدنجان الخضار اللي انتم تحبونه وغطيت عليه وخلته لما قده خلاص يستوي الخضار بقي له عشر دقائق اضفت له الملح وآخر شي ضفت له كمان الفلفل الرومي البيبر وكمان أضفت البامية البامية تنضاف آخر حاجة يعني البامية إذا طبختت أكتر من عشر دقائق تشد معاكم ترقع قاسية لا آخر عشر دقائق أحطها يعني باقي عشر دقائق أحط البامية وآخر شي أضفت الكزبرة وهي أهم حاجة وخلاص خليه كده عشر دقائق بعدين أطفي عليها الآن ما نعمل الرز هنا أضفت الزيت وأضفت بهارات صحيحة طبعا عندي أني رز مغسول ومنقوع بماء ساخن مغلي وخل ملعقتين خل أخليه عشرين دقيقة بعدين أصفيه وأضيفه على البهارات اللي شوحتها بس ممكن تضوفه بصل وثوم مع البهارات بس أني أشتيه رز صافي كده قلبت الرز بعدين أضفت له ماء مغلي وخلقه ملح كمان الملح حسب التضوق بس على كل كوب رز ملعقة صغيرة ملح ياخد خلص حركوه خلوه على أعلى نار يغلي لازم أول يعني يغلي على نار عالي عشان تتفتح حباته بس بدي ينشف الرز كده قلبته قلبتين وبديت أوطي النار وحطيت هنا ورقة ورق زبدة مبلل بالماء زي ما عودتكم وغطي عليه وعمل تحته حديدة وكمره على نار هاد أشمعة النار لمدة من خمسة عشر دقيقة إلى عشرين دقيقة على نار شمعة ما شاء الله شوفوا بعدين الرز بعد عشرين دقيقة خليه خمس دقائق أطفي عليه وخليه خمس دقائق بعدين أفتح على الغوطة ما شاء الله شوفوا كيف حبات الرز طويلة ما شاء الله شوفوا كيف طول الحبة أنا حتى عملت لكم كده أرويكم يعني طول الحبة قبل وبعد شوفوا ما شاء الله بس هنا كان عندي غلطة غلطتي إني طبخت الرز بقدر صغير يعني أني عملت كوبين الرز والقدر هدي تحمل بس كوب رز فهو إيش استوى الرز نزلي زر القالب يعني ما كان شفتون ما تلبسوا فستان ضيق عليكم مسكين هذا لبست اليوم الرز ضيق علي القدر فكدت شوية زلي تلكوش علي الرز كده ما نعصاتش بس عرفت ترابط معايا وهنا ما شاء الله الرز جاهز والإيدام كمان جاهز إيدام الخضار قالت لكم تقدروا تطبخوه بأي شي تحبوه تقدروا تعملوه باللحمة وتقدروا تعملوه بالدقاق والسمك وممكن حتى من غير بس خضار تعملوه على مرقة تماقي أو انتم تعملوه مرقة كده عندكم حاجة جدا روعة وهنا طبعا الشيف أو الطباخ لازم يضوق أني مقدش أقاوم كمان الإيدام أحبه زي زوجي فقلت يا الله لازم أضوق كده الإيدام أني لازم أضوق قبل هذا كان تقريبا أني طبخت على الساعة 11 الإيدام تخيلوا نحنا نتعشى متأخر لما يرجع من الدوام على الساعة 7-8 ونص فأكيد بكون قوعانة فكده ضقتل الإيدام والله كده ساخن طبعا نحن نحبه خفيف لأنه كمان ناكله مع العيش يعني نحب مع العيش ونحب مع الرز بس أنتم عايزوا تتحكموا بيخفته زي ما تحبوا أقا زوجي وبدأت أحضر السفرة حضرت كده خيار وعندي قرقير مع ليمون كمان وهنا الإيدام ما شاء الله شوفوا كيف وهنا كمان الرز الأبيض وكمان كده زينته واني كمان آخر شي بكزبرة يعطيه كده لون حلو يفتح النفس وبس وهنا عملت معاه عصير ليمون ليمون حامض أو ليم حامض حق عدن والله يبرد على القلب أني من ده كله الأكل أهم شي عندي العصير الليم أهم حاجة عندي وهنا شوفوا كيف الإيدام والله يفتح النفس وكمان شوفوا إذا عندكم كده أطفال صغار على سنة وشوية داخلين على السنتين أو بدين تأكلوهم من أكل البيت أكل الطبخ خذوا لهم بطاطا خذوا لهم كوسة شوية من اللحم والرز والبامية أهرسوا لهم يا يعني حلو ممكن تضوفوا لهم زبادي معاه عشان تعرفوا الأطفال تبدأوا تأكلوهم كده تدخلوهم البهارات وممكن كمان تستغنوا عن البهارات السبع وتستخدموا بس فلفل أسود لأنه في الإيدام أهم شي عندكم التكشين أو تسبيك الكشنة تمام يعني تطبخوها وبس تعملوا لي فلفل أسود وملح وخلاص الخضار هي النفسة هي اللي تعطي طعم لذيذ في الإيدام وقالت لكم تقدروا تستخدموا أي نوع خضار تحبوا لأنه في عائلات ما يأكلوش بامية في عائلات ما يأكلوش مثلا الكوسة في أنتم تضوفوا اللي أنتم حابين الخضار تقدروا تضوفوا قرع تقدروا تضوفوا بازيلا اللي أنتم حابين الخضار حتى جزر تقدروا تضوفوا فيه نحن نحب دي الخضار كمان في الرقلة أو الرقنة ايش تسموها رقنة ولا رقلة لما تضوفوها معاه كمان تطلع لذيذ الخضار حسب رغبتكم وبس والله هنا عصير الليمون هذا اللي برد على القلب يعني حتى يهدي العصاب بعد الدوامات والله والتعب وهنا ما شاء الله شوفوا أنا عملت اللحمة بقدر عادي شوفوا كيف ما شاء الله اللحمة دايبة أنا من نوع ما أكلش لحم لما يكون في الليل ما أقدرش أكل اللحم ممكن دقاق أيوة فبس والله كان جدا لذيذ مع عصر الليمون وكده قطعة من القرقير وتأكلوا بسم الله والله ألد أكله ممكن دي الأكلة فيها كمية حنان مش طبيعي طبعا أني أعمل حلايا أعمل جالي وقلت لكم أو مهلبية أو لبنية بس ما فيش كان عندي وقت أني أعمل فخلاص قطعت هنا عندي شمام قطعته بس شوفوا كيف زينته يعني خلته يفتح النفس عملت له هذه المضلات معايا حق العصير أو الفواكه وقدمته بهذه الزبدية والحمد لله إذا عقبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل قرس الإشعارات ولايك و كومنس حلو منكم وبالعافية ليو لكم ترجمة نانسي قنقر